مرحبا صبايا أنا مجدولين اليوم الفيديو حيكون هو عن بديل رخيص جدا 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 وما بيعبي العين عن كل أجهزة تنظيف البشرة طبعا لكم الصراحة أنا جهاز فوريو ما جربته يعني أنا كتير قليل أحب إني أشتري أشياء شوي غالية فبتلاقوني أنا بروح بدور على الأشياء الرخيصة أو البديلة للأشياء الغالية وصراحة يعني أنا بحس إنه ممكن أي شي بتكونيها ممكن تلاقوا بسعر الرخيص هذا البديل هو كتير صغير لا كهرباء ولا بطاريات صراحة أنا كتير جربت كمان فراشي لتنظيف الوش غير جهاز فوريو جربت أجهزة كتير وهاليوم أصريت إني أنا أطلع بدون ميكب لحتى تشوفوا على الإضاءة وشي كيف شكله بعد التنظيف يعني اللي أنا ساويته اليوم روتيني الصباحي كان أنا فقت من النوم على الحمام نظفت بشرتي حتشوفوا هاي الخطوة حطيت تونر كمان حتشوفوا هاي الخطوة بعد هدول الخطوتين بس عملت الكريم تبع البشرة وحوالي العين وهذا الليب بام وبس هيك وشوفوا بشرتي مأحلاها يعني أنا ممكن أطلع هيك بالرعة البيت يعني ممكن أطلع بدون أي ميكب بدون أي شي ممكن أطلع بهذا الوش هيك مثل ما أنا هلا إلي حاب بتعرف شو اللي أنا عم بحكي عليه تكمل الفيديو الأخير وبس قبل ما بلش بالفيديو تنستعمل سبسكرايب لقناة عملوا لايك للفيديو عملو له شير إذا حبيتوه وهو يعني جدا كتير مفيد لهيك لازم تعملو له شير وعند بالكومنتات تحت كتبولي أي شي حابين تقلوليها إذا عندكم أي نصايح تانية عندكم أي اقتراحات تانية كتبوليها تحت بالتعليقات وإن شاء الله برد على الكل وبعد كل هذا الحكي يلا مبلش الفيديو هلا أول شي حرفة شعري بعدين هفرجيكم اللي أنا لقيته أحسن من أي جهاز تنظيف بشرة تاني واللي هي شغلة كتير كتير بسيطة اللي هي هي السليكوني طبعا لايغركن المنظر هي منظرة يعني ما بتوحي إنه هي شو بتعمل بس كتير 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 منيحة يعني أنا اللي هلأ هذا الفيديو اللي أنا عم صوره فعليا أنا فايقة من النوم ما اللي عم لقيه شي بهوشي بس فايتي على الحمام فورا نصور هلا كتير بحبها للشعيرات اللي فيها وبحس أني أنا بعمل مساج اللي بريحني طبعا أول شي حبل وشي بالماء شوي وبعدين هاجيب الغسول تبعي طبعا هذا هلا ما هحكي لا عن غسولات ولا عن مواد تجميل بس هحكي عن الفرشة هاي أو هاي السيليكوني رح أحط عليها شوي من الغسول مناسب لبشرتي طبعا كل واحد يختار الغسول اللي بده ياه وبعدين هأفرده أول شي على وشي وبعدين أبلش أعمل مساج بشكل دائري طبعا هاي من أكتر الأشياء اللي أنا حبيتها أنه هي أول شي سهلة الاستخدام مو تقيلة يعني في عندي فراشي أنا استخدمتن وطلعوا تقال على الإيد يعني وهيك وهي شغلة تانية شوفوا بتفوت على أصغر الأماكن لأنه أنت بتتحكم فيها بإيدك يعني بدك تعتبره مثل كأنك أنت عم تغسلي وشك بإيدكي بتقدري توصلي لأي مكان بدك ياه بسهولة هلأ خلصت التنظيف يعني اللي بدت شي دقيتين ثلاثة أنا ما صورتها كلها طبعا بعمل مساج تقريبا دقيتين ثلاثة شوفوا الفرق هلأ يعني مستحيل ما تلاقوا فرق من أول استخدام بتلاقوا عليها فرق يعني حتى زوجي صار يستخدم منها وعن جد عمي لاقي عليها فرق لأنه عن جد كتير منيحة وأنا كتير كتير حبيتها هلأ أثبت لكم إنه هي كتير منيحة جبت تونر اللي أنا بستخدم مع بعض الغسول بعد ما بخ تونر على وشي حاولنا شوفوا نقطة وبعدين بقطنة مثل هاي رح أمسح وشي هاي الخطوة المفروض تقيم إذا ضل أي شي ميكب أو أي شي أو أي مثلا زيوت أو أي أوساخ على البشرة المفروض هاي الحركة إنه هي تقيمون هلأ شوفوا القطنة كتير حاولت ما يجي عليها الضوء أنا برأيي مبينة كتير منيح إنه طلعت نظيفة نظيفة أي خطوة أي فرشاية تعني حتتخدموه حتطلع هاي فيها ولو نقطة ولو زرت ميكب ذلك ما نكون وصلنا نهاية الفيديو هدا كان كل شي اليوم إن شاء الله تكونوا حبيتو إن شاء الله تكونوا استفدتو واستمتعتو طبعا تحت بصندوق الوصف هحط لكم رابط من وين تشتروا هاي السيليكوني من الأمازون من أمازون ستور تبعي أو إذا بتكون فيكن جيبوه من أي مكان يعني هي صراحة منتشرة بكل مكان بأمريكا لا يرتفع سعره عن ثلاث دولارات يعني إذا لقيتوها كتير غالية حتكون هي ثلاث دولارات يمكن بسبورة عن دنياها أربعة أو خمسة بس تبعيد سيفورة I think إنه هي أكبر شوي فهذا كان كل شي اليوم بليز بليز لا تنسوا تعمل سبسكراب بالقناة عملوا لايك للفيديو عملو له شائر إذا حبتو وهم الشي لا تنسوا تعموني على سناب شات وعلى انستجرام اسمي مشدولين زباد مثل اسمي بالقناة تماما يعني نفس السبيلينج وبس بحبكم كتير 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 وإن شاء الله فشوفكم بالفيديو الجاي بيه